وأقل النصاب في الإبل خمس فما كان من أقل من خمس فلا تجب فيه الزكاة وما زاد فتجب فيه الزكاة بأحكامه وأقل النصاب البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون مما تجب فيه الزكاة من الأموال بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم معزا كانت أو ضعنا وهي إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا بهيمة الأنعام المذكورة هي الإبل والبقر والغنم ضعنا كانت أم معزا إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا فما معنى سائمة؟ السائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها بحيث أنها ترعى من الكلأ من البر والخلاء وليست معلفة من قبل صاحبها إنما تأكل وترعى من الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أغلب السنة فإن لم تكن سائمة بحيث أنها تكون معلفة فلا تجب فيها الزكاة فلا تجب الزكاة فيها إلا أن تكون للتجارة إلا أن تكون هذه البهيمة أعدت للتجارة وليست أعدت للدر والنسل ومعنى الدر أي أن يشرب من البانها وتتكاثر بأولادها هذا هو المقصود بهذه الجملة فالبهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة وهي التي ترعى الكلأ النابت من البر والخلاء بدون بذر آدمي أو زراعته كل السنة كاملة أو أكثرها فإن لم تكن سائمة فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون قد أعدت للتجارة فإن أعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت النصاب إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها وأقل للنصاب في الإبل خمس فما كان من أقل من خمس فلا تجب فيه الزكاة وما زاد فتجب فيه الزكاة بأحكامه وأقل نصاب البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون وفي الغنم أربعون وبيان ذلك في مقامه بالتفصيل في بيان النصاب وزيادته فيما هو أكثر من ذلك ترجمة نانسي قنقر